اهلا وسهلا بحضراتكم حلقة النهاردة هي حلقة اصلية للربح من الانترنت يعني هي حلقة اصلية يعني حلقة الاستراتيجية بتاعتها والمضمون بتاعها هو فعال بنسبة 100% في حال انك طبقت بنفس الخطوات اللي احنا نشتغلها ان شاء الله النهاردة والخطوات سهلة وبسيطة وغير معقدة على الاطلاق طبعا زي ما كلنا متعودين للمتباني ان احنا كل استراتيجياتنا مجانية تماما بدون اي خبرات اي حد في اي مكان في الدنيا يقدر انه يشتغل ويطبق ويحقق ارباح ان شاء الله تعالى في النهاية الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله معكم اخوكم مبارك ودي قناتكم فكرة تانية لكل ما يتعلق بالربح من الانترنت قبل ما اخش في الشرح العملي والتطبيق العملي باعد حضراتكم ان النتيجة النهائية للاستراتيجية دي هي التحقيق 500 الى 1000 دولار في البداية مع الاستمرارية هتقدر ان تتحقق اكتر من كده بكتير كمان بفكر حضراتكم بالجيفاوي الاسبعية اللي بتنتهي غدا يوم الجمعة الساعة 11 ونص مساء والجيفاوي كانتها 10 دولار بتقدم لفائزين اثنين بيتم اخ تلان عنهم على قناتنا على تليجرام والفيسبوك بتلاقي اللينكات بتاعتكم في صندوق الوصف شروط الجيفاوي سهلة وبسيطة في حلقة النهاردة ان انت بتعمل لايك للحلقة بتشوفها بس من اولها الاخيرة وكمان في اموجي من التاليات اللي صاهرين قدامك هيظهر بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة كل اللي عليك يا صديقي انك اول ما اموجي ده يظهر تقول هو ظهر في الديئة الكام وكمان تكتب هل محتوى الحلقة عجبك ام لا وايه هي الفيديوهات اللي انت عاوزني يقدمها لك الفترة القادمة لأكثر والاقل يلا بينا نبدأ الحلقة الاكثر من رائعة والاكثر من مهمة ركزوا معي الحلقة دي هتفتكوا جدا 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 رائع جدا شباب اول خطو هنبديها مع بعضينا وهي ان احنا نتوجه لجوجل نيوز او اخبار جوجل وطبعا ده موقع مجاني تماما اي حد في اي مكان في العالم يقدر ان هو يأكسس عليه او يدخل عليه ويشوف كل الاخبار لاي دولة لاي حاجة هو مهتم بيها كل اللي انا طلبه منك اول ما بتخش على جوجل نيوز او اخبار جوجل تتوجه لل الجزء الخاص بالسبورتس او الرياضة طبعا هنا بتلاقي كل الاخبار الخاصة بكل انواع الرياضة من البسكتبول من الطائرة للتنس لكرت القدم ما الى ذلك اللي انا عاوزك تعمله ايه يا صديقي ان انت هتبتدي تمسك رياضة رياضة على سبيل المثال هنبدأ بكرت القدم ونفس الفكرة تطبقها على الرياضات اللي بقية عندك الجولف عندك التنس عندك الان اتش ال عندك البسكتبول وحاجات كثيرة جدا ممكن ان انت تشتغل عليها ولكن انا هشتغل على كرة القدم نظرا لان هي الرياضة الشائعة واللي الجمه المهرية بتاعتها يعني مفرطة كبيرة جدا جدا طبعا زي ما انت شايف هم هنا بيتكلموا في الخبر ده من 18 ساعة وفيه جريدة هنا منزلة خبر جديد من 46 دقيقة وفيه من 20 ساعة الكلام ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن الماتش بتاع بارشلونة والنتيجة النهائية اللي حصلت ما بينهم اللي انا عاوزك تعمله دلوقتي ايه هو ان انت تاخد الخبر الحديث ده اللي هو من 46 دقيقة وتفتحه بالشكل اللي هنفتحه دلوقتي ده جميل جدا شباب دلوقتي الجريدة دي فتحت معي وتتكلم عن الخبر اللي ح احنا قلنا عليه اللي هو ماتش فرشلونة والباير ميونيب زي ما انت شايف دي الجريدة بتتكلم عن اللي حصل في الماتش ده والإحسائيات بتاعته والله والله المعلومات اللي انا بقدمها لك ده معلومات قيمة جدا معلومات حقيقية كل حاجة في الاستراتيجية دي حقيقية بما يرضي الله عشان توصلوا للنتيجة المرضية لحضرتكم وتحاولها الباحة كويسة فركزوا أركوكم معي لو معك ولو ألم دون اي ملحوظة مهمة انا بقولها لحضرتك طيب الوقتي انا فتحت الموقع ده محتاج اعمل للجريدة دي لمقالة بطريقة الخاصة لمقالة بطريقة الخاصة طيب شباب اول حاجة بنروح على شات جي بيتي وخلي بالجت معي هاي كده اعلم لك على الجزء الاول هنا انا بقول له فيه اخبار دلوقتي بتتكلم عن المباراة او المرش اللي حصل ما بين بارشلونة والباير ميونيخ دلوقتي انا عاوزك تعملني مقالة المحرك البحث فيها او كلمات البحثية فيها تبقى هوت يبقى عليها الناس بتبحث بالكلمات دي بشكل كبير جدا وقلت له كمان عاوز المقالة بتاعت دي تبقى وابتديت ان انا اخدت لينك المقالة المكتوبة دي وحطتها في شات جي بيتي بحيث ان هو يستنبت او يجيب معلومات مهمة من قلب برضو المقالة اللي تصدرت في جوجل او اخبار جوجل اعاوز المقالة بتاعتي تبقى برضو ايه وحركات البحث تشتغل عليها بشكل كويس جدا ده يفرق معك جدا في الارباح واللي جاي حلو امشيها بس معي خطوة بخطوة بعد كده هقول له ابدأ جميل جدا شفائب دلوقتي بعدما الارتكال اتكتبت معي خليم لك لان ان الارتكال دي حرفيا هتفيدك للنجاح في الاستبتجاري دي بشكل كبير جدا هبتدي ان انا اخدها كده نسخي من اولها الاخرة خلاص دي كده مقالة الناس كلها في الوقت الحالي النهاردة وبكرة هتبتدي ان هي تدور عليها طيب هانا المقالة دي انا لو خدتها وعلى سبيل المثال روحت مثلا على بلوجر وكتبتها في المدونة بتاعتها هل تجيب ترافيك لا انت محتاج ان النوعية دي من المقالات تتحط على مواقع عليها الترافيك بتاعها الاصلي على سبيل المثال وليس الحصر لو روحنا على موقع سيميلر وشوفنا موقع زي ميديم اللي ممكن نحط عليه المقالة بتاعتنا بتجيله اكتر من 125 مليون زيالة شهرية طيب حلو اوي معنى كده ان انا ممكن احط الارتكال بتاعتي واركز ان في 150 مليون زائر بيكون شهرين على الموقع ده من ضمنهم الناس المهتمة باخبار الرياضة فباقي كده على موقع ميديم ده الموقع نفسه طبعا من بلا واحنا مش بنكسب هنا من المقالات احنا بنستغلها لتحقيق الارباح وتفهم معي كل حاجة الموضوع الثالث وبسيط جدا كل اللي انت هتعمله ان انت بتنشئ حساب مجاني على موقع ميديم بعد كده بتعمل كلمة بتدوس عليها بعد ما دست على كلمة هتبتل ان انت تاخد المقالة اللي احنا خدناها دي وتنسخها هنا اهو ناس خلاصك طيب بعد كده محتاج ان انت تعمل ايه تضيف صورة من اللي احنا تكلمنا عليها بتدوس على علامة الزائد امج وتحط صورة معبرة للماتش دوت او الاخبار ديت حلو اوي يبقى عندنا هنا كأننا عملنا بالزبط مقالة او ارتيكال زي اللي كانت موجودة على الموقع ده ولكن بط كلام مختلف تماما ولكن برضو بص معي الاستحواز 72 في المية مش عارف ايه بقت مقالة منظمة واحترافية جدا جدا طيب هيجي سؤال في بالك دلوقتي طيب يا مبارك احنا عملنا دلوقتي ارتيكال برشلونة هي الكاثبانة فيها هنستفيد منها ازاي هنستفيد منها اولا بالفنز بتاعت الفرقة ديت الفنز بتاعت الفرقة دي ممكن توصل لحد كم لما عملت الابحاث بتاعت علق جوجل لقيت ان الفنز بتوع برشلونة الواحدهم بيتعدوا تلتمية وخمسين مليون مشجع حرفيا للفرقة دي انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ ده رقم ضخم جدا 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 يعني لا يتصوروا عقل لفرقة واحدة طيب 350 مليون مشجعة لك هنت تتخيل ان هم مش بس بيشجعوا الفرقة دي لك هنت تتخيل اهتماماتهم اصلا وحبهم للفرقة دي بيخش او بيندرك تحت ايه بيخش على منتجات الفرقة على سبيل المثال انا لو روحت كده على امازون وكتبت برشلونة اوفيشيال تشيرت وقلت له انتر وهنا انا بستهدف اهتمامات الناس اللي بالفرقة دي من احزايا من تشيرت من شنط من اي حاجة تخص برشلونة وابتدي ان انا اسوأ للمنتجات دي بداخل المقالة بتاعتي ودي هنا الصورة الكاملة اللي انا بحاول اوصلها لحضرتك على سبيل المثال تي شيرت زي دوت طبعا احنا زي ما اتكلمنا ممكن في قلب المقار دي هنحط بقى ايه صور المنتجات بتاعتنا من تي شيرتات من احزايا من شنط وابتدي ان انت حطهم جوا المقالة بتاعتك كل ده انت هشوفوا معي اول حاجة انت بحتاج تعملها هنا هي ايه هي انك تاخد صورة تي شيرت ده سواء ان ان تاخدوا سكرينشوت او تنزلوا عندك على الجهاز طيب فانا انا ازلت صورة المنتج ده برجع كده على المقالة بتاعتي تحت خالص كده ممكن قبل لوكينج هيد دي يعني قبل اخر فاقرة في الارتكال بتاعتك بتدوس انتل ونرفع صورة المنتج اللي احنا بنسوأ له اهو وارفع صورة التي شيرت بالشكل ده تا كده التي شيرت بتاعي اللي انا بسوأ له اتفقنا طيب هنزل بتاعت كده اهو ساطر كده تحت طيب لاحظ معي انا كتابت له هنا ايه في المقالة بتاعتي للناس اللي هي بتقرأ الارتكال خلاص بتاعت المبالاة لقيت ان هو بيه صورة للتي شيرت الرائع دوت وتحت منه مكتوب جيت زيس اميزنج انا هنا صريح معاه بقوله ان المنتج ده هتقدر تحصل عليه بشكل مباشر من امازون وكل الناس طبعا بتحب تشتري من امازون لانه سهل والشحن بتاعه سريع جدا جدا هنا انت مش محتاج يبقى عندك متجر مش محتاج ان انت يبقى عندك استور او موقع معين او استضافات والكلام ده كله لا الموضوع كله بشكل مجاني انت بتلعب على تلتمية وخمسين مليون مشجع للفرقة دي تخيل ان في جوجل نيوز حرفيا كل يوم فيه ماتش جديد كل يوم فيه فرقة جديدة كل يوم فيه رياضات متنوعة زي ما اتكلمنا تقدر ان انت تتكلم عن كل الرياضة وعن كل فرقة وكل فرقة تجيب المنتجات الخاصة بيها وتحطها للفنزات اللي بيحبوها في المقالات انت بتعملها فالموضوع بجد جمد جدا لو انت فكرت فيها مع نفسك كده خمس دقيقة تلاقي لا الموضوع فعلا حقيقي انت كمشجع للاهلي او الزمالك بتحب تشتري التشيرت بتاعتهم مظبوط بتحب تشتري اي حاجة عليها اللوجو بتاع الفرقة اللي انت بتحبها وبالتاني هي دي نفس الفكرة التسويقية والملبحة اللي انت بتشتغل عليها انت بتشتغل على الفنز بتاعت الفرقة دي اوكي وفي نفس الوقت انت بتقدم لهم معلومات مهمة بتقدم لهم اخبار محدثة من جوجل نيوز طيب هنيجي نكمل مع بعض عاوزة احول دلوقتي ان الناس اللي بتقرأ المقالة بتاعتي تقدر ان هي فعلا تروح لامزون وتشتري المنتج ده طبعا انت في البداية لازم تكون مشترك في امازون اسوشيات وده برنامج مجاني تماما بتسجل عليه بخمس دقايق او اقل وفي نفس اللحظة بتقدر ان انت تشتغل ما فيش فيها اي مشكلة على سبيل المثال مجرد اما انت اشتركت في البرنامج ده وده منتج انت عاوز تسوى له بتلاقي فيه سترايب بار ظاهر لكده بص معي اسمه سيت سترايب ده بيظهر بشكل اوتوماتيك طالما تسجلت في برنامج امازون للتسويق بالعمولة طبعا انت بتاخد هنا 10% على كل مبيع يعني لو سعر التي شير تدوت ب33 دولار او 35 دولار على حسب المقاز بتاعه انا ببتدي هنا اخد 3 دولار ونص او باخد اربعة دولار انت بتاخد 10% على المبيعة الوحدة فتخيل بقى من 350 مليون مشاجهة دولت انت عملت 100 بس 100 مبيع فانت هنا عملت 300 دولار انت عملت 300 دولار من 100 مبيع ده من الارتقل الوحدة بس انت هتعمل حرفيا ارتقل زيل لانه لا نهائية لان اصلا جوجل نيوز موفر غالا الجهزة ما بتخلص وتقدر تشتغل مدى الحقيقة على الموضوع ده ما عندكش فيه اي مشكلة طيب كل ما انا هعمله باخد لينك المنتج ده طبي برجع على ميديم وادوس على كلمة امازون طبعا انا بخلي الجملة كلها بولد عشان تبقى واضحة في الارتقل بتاعتي وباختار كلمة امازون بس وحولها لهايبر لينك بحط فيه اللينك التسويقي بتاعي وادوس انت بالشكل ده اصبح ان انا عندي المقالة بتاعتي زي ما انت شايف من فوق كده من اول الانوان الصورة الارتقل او الاخبار اللي بتتكلم عن المباراة دي بعد كده فيه صور منتج الناس لو حابت انها تشتري المنتج ده بتدوس على كلمة امازون وهنشوف لما بندوس او نشر المقالة بتاعتنا الموضوع بيتم ازاي فكل اللي هتعمل ان انت بتدوس على كلمة ببليش عشان تنشر المقالة بعد كده بتقول له ببليش ناو جميل جدا كده الارتقل بتاعتنا تم نشرها على الموقع يورو ستوري اس ببليش طبعا الموضوع كله مجاني وفي نفس اللحظة بيتم لو لازلنا تحت عشان نختبر اللينك بتاعنا لو دوسنا على كلمة امازون بالشكل ده هنبتدي بشكل اوتوماتيك نتوجه للصفحة بتاعت المنتج ده والعميل يقدر ان هو يشتريه على حسب مكانه في بلده وعلى حسب منطقته ويشتريه وانت تحقق ارباح رائعة جدا من وراء الموضوع ده طبعا انت تقدر تلاقي برشلونة فوتز تقدر تلاقي برشلونة تراوزرز تلاقي البناطيل بقى شرتات بيت شونط هتلاقي كل حاجة انت عاوزها واكبر مثال اللي انا بكلمك فيه ان انا كتبت برشلونة اكسيسوريز هتلاقي بقى شونط هتلاقي اللوجو هتلاقي ستيكرز هتلاقي ألع جميعين وتحط المنتجات دي جنب بعض او تحت بعض وتسوق لها في الأرتيكل الواحدة اللي بتتكلم عن الفرقة دي اختار تلات اربع منتجات من الموجودينه في آآ آآ اما زنوا يبدي ان انت اشتغل عليه وبسع عندك هنا نستيكرز ازا ما كلمنا هًا آآ آآ ايس كاب آآ آآ blandك حجات كتيرة قوي قوي última تستغل لها وتلعب على تلتمائة وخمسين مليون مشجع للفرقة دي نفس الفكرة على اي فرقة المناسبة تعرف ازايا انه هي هتكسب�ك ولا تشوف عدد الفنزات بتاع تشوف الأخبار بتاعتها شائقة ولا لأ ظهر في جوجل نيوز وأخبار جوجل ولا لأ ولكن احنا هنا تكلمنا ازاي نسوى على موقع زي ميديم في موقع ايضا رائع لازم لازم تشتغل عليه دعلا وغيره لك سريعا طيب شباب الموقع الثاني هو موقع تيمبلر موقع تيمبلر ايضا لو راحنا بصين على موقع سيميلر ويب ادي موقع تيمبلر برضو زيارات الشهرية بتاعته تقريبا مية وخمسين مليون زيارة شهرية يابد انت هنا مية وخمسين مليون زيارة وهنا مية وخمسين مليون زيارة فانت هنا بتتكلم عن تلتمية او بتستهدف تلتمية مليون زيارة شهرية للشغل اللي انت بتعمله الموضوع ده مهم والله العظيم والارقام والاحصائيات مهمة للنجاح على الانترنت طيب انا بعمل على موقع تيمبلر أيضاً نفس الارتكل الذي شاتج بيتي عمل هاني وأبدأ أن أخذها كلها وأرجع بيها على موقع تيمبلر وأدوسها على كلمة تيكست وأبدأ أن أضعها من أول تيتل وأضعها كلها بدون أي مشكلة عندي على الإطلاق طيب أعمل إيه ثاني؟ أبدأ أضع كلمات مفتاحية لها علاقة بالموضوع ممكن تخلي الشاتج بيتي من جوه الارتكل دي يطلع لك الكيورد من غير ما تتعم دماغك جميل جداً أنا هنا خلاص حطيت الكلمات مفتاحية وحطيت الارتكل بتاعتي اللي هي تريند في الوقت الحالي والناس كلها بتبحث عليها أبتد أن أنا أجي تحت وحط صورة المنتج اللي أنا بسوي عليه وخلينا على سبيل المثال نختار واحد ثاني وليكن مثلاً خلينا نجيب الشنطة أنا بحب جداً الشنطة اللي هي خاصة بفرق كرة القدم وبرضه ناخد الصورة بتاعتها بعد ذلك بنرجع على موقع تيمبلر وندوسها على اللوجو أو الايكونة بتاعت الامج ونرفع الصورة بتاعت الشنطة اللي احنا لست بنزلانها بالشكل ده هتلاقيها ترافعت معانا بشكل جميل جداً ممكن ترفع أكتر من صورة زي ما انت عاوز ولكن انا اكتفيت خلاص بالصورة دية طيب بعد ذلك نحتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نحط نفس الجملة اللي احنا حطناه في موقع ميديا مش احنا كنا نحطين الخط ده أو السطر ده عشان الناس تفهم انها عشان تشتريه لازم تروحها لامازون هتلاقي ان هنا ده متحول لهايبا اللينك جاهز ده اللي انت عامله مش محتاج ان انت تاخد تاني اللينك وتحطه هنا بس ده في حالة ايه؟ في حالة لو احنا كنا بنسوق التيشرت احنا هنا بنسوق الشنطة فده منتج جديد فنبدأ ناخد اللينك الخاص به بالشكل ده نرجع لموقع تيمبلر اقول له ادت وحط اللينك الجديد هنا واقول له ضن اصبح هنا ده اللينك الخاص بالشنطة بتاعتي بعد كده قبل ما ادوس بوست ناو برجع كده ادوس على الدرس ده وفعل الخيار ده عشان اقوله ان ده منشور تجاري الغلط منه ان انا اربح من التسويق بالعمولة او التسويق للمنتج اللي انا احطه في المنشور بتاعي بعد كده بتقول له بوست ناو لا اقصر ولا اقل لو قلت له اظهر ليه المنشور بتاعي بتلاقي ده شكل المنشور بتاعك احنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا حصلت النهاردة او مبارح وده شكل المنتج للناس المهتمية ببرشلونة او الفان زاد بتاع ببرشلونة ولو عجبتها الشنطة بتبتدي انها تروح على امازون وتبتدي انها تشتري الشنطة وهنا سيار الشنطة 14 دولار يعني انت هنا على المبيع الوحدة بتاخد حوالي دولار ونص وده برضو رقم ممتاز جدا جدا يا جماعة الموضوع جامد قوي الموضوع سهل وبسيط اصلا يعني الحلقة دي عاوز اقول لك وانا بشرحها لك انا مرتاح جدا في شرحها لانها مش معقدة هي سهلة جدا جدا والخطوات بتاعيتها مفهومة وبسيطة وانت حتى لو في حاجة بقفة معك لو عدتها تاني هتلاقي ان انت استوعبتها والموضوع بقى بسيط جدا بالنسبة لك لا اكثر ولا اقل طبعا المنتجات دي تقدر ان انت تروج ليها على موقع بيتل ريست مش هيقول لا ولكن بيتل ريست انت اشتراف تكتب فيه ارتيكالز ولكن موقع ميديم موقع تيمبلر نقدر نعمل فيهم الحاجة ديت بشكل سريس وبسيط قدمنا اخبار مهمة فيها كلمات مفتاحية كتيرة بتساعدك ان انت يجي لك ترافك رائع جدا بيجي لك ترافك جبر جدا تحقق من وراء مبيعات ممتازة جدا 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 بالنسبة ليه الطرق السحب اللي انت بتقدر تسحب بها من موقع امازون هي البيونير امازون بيسمح لك ان انت تربط حسابك البيونير وهو حساب بنك امريكي الكتروني مجاني تماما بتحط في بياناتك الشخصية بعد كده مجرد ان انت ارباحك تحولت لك من امازون عليه بتقدر تربط البنك ده بالبنك المحلي بتاع دولة حضرتك والمنطقة اللي انت عايش فيها وتقدر تسحب ارباحك سواء بالدولار او بالعملة المحلية الخاصة بيك ده اختيارك انت بيكون ما بينك وبين البنك المحلي على حسب الحساب اللي انت فتحته فيه معنى كده ان الموضوع كله متاح للجميع بدون اي استثناء هل هي مبارك ينفع ان انا اشتغل على مواقع تانية غير امازون واجب منها منتجات اسواء لها اه طبعا انا هنا بديك الفكرة الاساسية بوريك الموضوع ماشي ازاي انت عاوز بقى متاح ليك كليك بنك سواء من عليه متاح ليك شيرا سيل سواء من عليه متاح ليك ديجي ستول سواء عليه متاح ليك اتسي سواء من عليه يعني اي حاجة متاحة بالنسبة لك بنفس الفكرة دي سواء من عليها معندكش فيها اي مشكلة على الاطلاق الموضوع من اول و الاخر و مجاني اي استفسارات تبهوها لي في الت التعليقات تحت او ان انتو تواصلوا معي على الفيسبوك ببتدي ان انا افتح الرسائل كل يوم سبت من كل اسبوع فتأكدوا ان انتو اي استفسارات تكتبوها لي في التعليقات او التواصل على الفيسبوك شكرا جدا لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجراز عشان ما يفوتوك اي جديد بينزل اول باول بفكر حضراتكم مرة تانية ان الجايزة الاسبوعية هتسلم غدا للفائزين الاثنين وبتنتهي وبيتم الاعلان عنهم الساعة 11 ونص مساء غ باذن الله تعالى شكرا جدا الى اللقاء في حلقة جديدة من فكرة تانية فحفظ الله